أهلاً أحبائنا مشاهدين حديثنا عن الآية التي قالها يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 11 تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملة خفيف في هذا الإصحاح أحبائي نشوف ثلاث أمور مهمة جداً أولاً بتشوف الإعلانات الإلهية ثانياً بتشوف الوعود الإلهية ثالثاً بتشوف الضمانات الإلهية إعلانات إلهية وعود إلهية ضمانات إلهية أولاً الإعلانات الإلهية أعلن من خلال هذه الكلمات يسوع أنه هو المسيح أنه هو المسيح في بداية الإصحاح بيتكلم عن يحنى المعمدان كان موجود في السجن أرثل أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر يعني أنت المسيح حكيها إلنا بشكل علني لكن المسيح أجاب بالمفهوم اللي بيفهم يحنى المعمدان لأنه في العهد القديم المسيح واحدة من مواصفات المسيح هو الذي يفتح العيون لأنه فتح العيون هو دلالة للخلاص كما قال شاول عندما تكلم عن اختباره قم على رجليك من أجل هذا تخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فإذا كان يدرك يحنى أنه المسيح هو الذي يفتح العيون لهذا السبب أول جملة قالها يسوع المسيح اذهبا وأخبرا يحنى بما تسمعاني وتنظران يعني الأمر عم بيحدث أمام عيونهم العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها هذا هو ملكوت الله هذه خدمة يسوع المسيح العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون فإذا أثبت أنه هو المسيح هذا الإعلان الأول الإعلان الثاني أحبائي أعلن يسوع أنه هو الديان ولربما أحبائي نظن أنه منطقة المدن حول بحيرة طبارية كان في تسع مدن تمن مدن يهودية ومدينة واحدة التي تعتبر مدينة وثانية أنا أتكلم في أيام المسيح التي هي طبارية بناها هيرودوس أنتيبس ابن هيرودوس الكبير تخليدا وتكريما لطباريوس قيصر مشان هيك سميت طيبيريوس أو طبارية بالعربي فإذن هذه المدينة اللي هي الوحيدة ما زالت على قيد الحياة إلى يومنا هذا ولكن للأسف المدن التمانية سمعوا تعليم يسوع شاهدوا معجزات يسوع بل أقوى الآيات وأقوى المعجزات حدثت في هذه المنطقة حول بحيرة طبارية وهنا يقول في نفس الإصحاح قال يسوع ويلون لك يا كرازين واحد من المدن ويلون لك يا بيت صيدة واحد من المدن ويلون أو أنت يا كفر نحوم اللي كانت متكبرة متشامخة بتشامخها وأبنيتها وميناءها الفاخر هذه المدن أحباء اندثرت واليوم ما بتشوف إلا الأثرات مع بعض الكنيس السواح بتروح بتتفرج على كفر نحوم وعلى بيت صيدة وعلى المجدلة أو المجدل بمريم منطقة مريم المجدلية وبيت صيدة وكرازين كلها أثرات حجارة تتكلم عن الدينونة حذرها يسوع أن هذه المدن اللي شافت أقوى المعجزات بيتكلم أن صور وصيدة لها حالة أسهل وحتى صدوا معمورة كمان لها حالة أهوا من كفر نحوم لأنها لم تؤمن بيسوع المسيح رغم كل الآيات اللي فعلها ولكنها ستواجه الديان ولربما أنت تسمع وتشاهد ولربما صار عندك نوع من التشامخ والكبرياء وتتساءل أين الله الرب من نعمته اليوم أعطاك فرصة جديدة من نعمته عم بيخليك تشوف هذه الحلقة في أيام الرسول بطرس كانوا بيستهزئوا قوم مستهزئون يقولون أين هو موعد مجيئوا دائما بتتكلموا عن مجيء المسيح الثاني فيجيب الرسول بطرس لكل المستهزئين أن المسيح يعني أنه لا يتباطع كما يحسب قوم التباطع لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فإذا أن الرب يسوع عم بيعطي فرصة فرصة لكل من يسمع أن اليوم عم بيتأنى عليك عم بيصبر عليك بيعطيك فرصة جديدة يوم جديد حتى تطلب الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك ولكن كما يقول الكتاب المقدس أم تستهين بغين لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا فإذن اليوم فرصتك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم أسرع شيء هي طلبة الغفران والتوبة مثل العشار جاب الضرائب قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ ولابد أن يأتي إلى حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر